السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أنور ودي قناتكم قناة Smart English لكل محب اللغة الإنجليزية تحياتي لكم جميعا أحلى عالم Smart English بحبكم في الله يلا بينا نروح على موضوع مهم جدا النهاردة وهو تاريخ اللغة الإنجليزية موضوع شايع جدا يلا بينا عليه هيا يا أصدقاء هل تعلم أن الإنجليز هي جرمانيك؟ that doesn't mean that German made this language for the England people it means that there was a tribes from Germany traveled or emigrated from their country to comes to England they brought with them a new language new alphabets they taught each other with it كان مباشرة إلى الأجمال وعندما تبعهم من الأجمال وعندما يتحدث إلى الالبابات إلى الالفبات من الفئرين وعندما يتحدث إلى الالبابات من المرات من النجاح في الباران ranging from West Germany and Israel okay we can divide all of these edges of developing English through ages for this language into five parts the first one is the old English the all English began from 55 press before crest the romans وقت البعض. وقالتها عامل. الجمهور هي المغربية العاملية. عندما تنظر الجمهور من الأمريكي في الدرس. يتحدث معهم وكذلك معهم وشكتب بيشتراكت بيشتراك. هذا المغربية كانت المخصصص الأغربي. وكذلك كانت تحديدا من المجموعات. 6 مرة خلالة التي من المثالي من التعريفين وهذا مختلف محلولات وية أفضل البيبات والذي المتحدث عن الثاني الثالثة الخلالة في المنزل السنين المنزل السنينيه ومن المنزل السنينيه بدون المنزل السنينيه التسفيتي ، الجلس والقراطة الهبرويل ليسوش بالفعل سنة من الألذرين إلى الألذرين الكثير من السيارة العكوم المتحدة الكلمة في الأندن من للمنزل للمنزل الكلمة في القناة العراقية لهذا ممتزاك الموقف من العلاقية وهي المتزاكة على الكلمة لأنهم تنقل م PROتح بخصص عبـ والمناتزل من أشخاص الذين يتمون علمال المقرى العقين للمنزل الحقل للمنزل الكلمة جميل من المتزاك في القناة التالي و الأسكين ديناسيون تقرأ من أجراء التعامل تجربة الإجليزة شركة الانتباه أمام الأنطر سنوات المرسلة أدنة أمام الأنطر أمام الأنطر جميع المرسلة أمام الأنطر المناطق 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 فرمشة واللاتنية الفرمش واللاتنية كانت دولة في هذا الوقت المتحدد من الجنس حياً، هذا الوقت كل هذه الموجودة كانت مخدر للمغارقة في كل موايج ما يمكنني أن تقوم بها في هذه الموايج كل المقبلات المجددين المتحدد من الجنس كان هناك تشكيلها على سبيل اللغة عجب فضلك أعبشنا مني أن الإنجلي الثاني بجميع المفترض لأسفكين بجميع المفترض لأسفكين وكسي المفترض لأسفكين نفسها حيثت الجميع الثانيه لأسفكين مفترض لأسفكين إذا كانت 26% من الإنغلاق. أيضاً الإنغلاق كانت أفضل من الأغريق من 6% من الإنغلاق. الأخرى كانت أفضل من الإنغلاق من 6% من الإنغلاق. السلطة من أحدثم أحدثم من أشخاص أفضل من الإنغلاق. نكون قراءنا كأن الإنغلاق في العريق إنه رغمًا يمكن أن يكون الإنغلاق الأولى. في الأولى. فإنه ذلك مع الأفضل الإنغلاق وهذه أحد أفضل الإنغلاق في إنتغلاق التحدث ábamos اللية في التوكيويتها وبالترنت صغير غير انجليش سألتك تعطي الملمن علينا فكرة العين للحديات نتحدى أن يكون الأطفاء بعض الملمن وأيضا وكما لدينا المدين حديث في العين للعين كانا تشعر من الوحيد من الأوقات الأمريكية حالياً في مكان التالي الإنجليز... هذه الأمريكية يبدو في الأمريكية وعلى الآن في الو mistح البابات تتحدث الو значية الأمريكية ثم السبب الو إعرامي بإذن الإنجليز في الوقت الو Short podemos التحديد من الإنجليز التي فيما تحدث عنها مالذي و بداية الأمريكية نفذ اليوم كل هذه الأدلة على اليخ overnight كان هناك كل الأدلة أو نقطة من حال إليها تتروني أن هذه الأدلة ويجب أن تحدث عن الأدلة التي حدث في الأنغب crec اليوم كان هناك أيضا على العموية في العموية أو تحوظ كما نحدث عن اليهاد أمري أن أسمع لكم أمريكي سمع هذه أمريكي أن الأولي الأمريكي من تلتجمع بشكل كبير وشكل كبير من الأنمبت الموجودين حتى المترجم من المبتدينين لن تتجمع أن المعنؤسات المبتدين تتجمع بشكل كبير من المسخلص بمعجمع as an example communicating with the Scandinavians leads to linguistic simplifying and the lexical enrichment okay so you know that the first dictionary was published in 1605 or 04 maybe okay and the first documentary dictionary was published in 1755 okay by Samuel Johnson okay this is the first person who wrote a documentary dictionary to in English okay the first apiotic epic was Beowulf as you know this was apiotic epic that it was between 10th century to 11th century and talk about how it was written in all English and I will show you now that it was very very difficult to understand there a letter I challenge you that you understand the one letter of this English and all English the old English language English the Universal Declaration of Human Rights all men sind on arre and richtes even yoborin and freu him sind on ye withe irad and in yahid and he shulon doan to oðrum and brothershipes feowre numbers on two greetings and phrases greetings and phrases so in general what I want to say that it was very difficult to determine through ages what had happened to this language that what I insisted to explain to you that the invaders and all nations who invaded into England added some vocabulars and words to the dictionary of the English language okay England people was affected by the people that invaded them and they transmitted a language from their country to the England so they affected on their cultural speaking talking writing everything and now we came to this new or modern English that we are spoking to you directly on this video thank you for watching see you soon goodbye